اشتركوا في القناة ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي ممكن ندرك شخصية كرتونية من غير ما نلجأ الى اي مواقع خارجية خارج الباور بوينت ويلا بينا نشوف مع بعض هفتح يا جماعة ان شاء الله اي عرض كده يكون معانا موجود عرض باور بوينت طبعا احنا عارفين ان هو بيكون معانا هنا من الاعلى شريط موجود فيه جميع الادوات اللي انا بستخدمها للعرض بتاعي موضوع الفيديو النهاردة هيبقى مفاجأة لاني هقول لكم معلومة ممكن تكون جديدة عند البعض واول ما مرة يعرفها هل تعرفوا يا جماعة ان الباور بوينت هنا عنده كمان مطجر خاص فيه يلا نشوف من هنا عند انسرت او ادخال لما بضغط عليها وبعدين اذهب عند جيت اد انس هنا بيفتح لي قائمة بكل الاشياء اللي ممكن اعمل لها عملية ادراج في الباور بوينت من غير ما اروح لاي موقع تاني خارجي كمان لو انا هدرك صورة ما تتصوروش جودة الصور بتبقى عالية قد ايه زي ما هنتصفح مع بعض دلوقتي يعني مثلا ان انا ممكن هنا ادخل فورما عندي من مايكروسوفت على الباور بوينت يعني كمان ممكن احاوله التفاعلي بخطوات بسيطة جدا وغيرها وغيرها من التطبيقات ممكن كمان ادخل بعض الملسقات هنا طبعا كل عرض بور بوينت بيختلف في المحتوى عن التاني وممكن اختار من هنا المحتوى اللي انا محتاجه لو انا مثلا عايز ارسم هنا دياجرام اقدر استخدمه قصتنا النهاردة ان شاء الله ان انا احاول ازاي ادرك شخصية كرتونية تضيف للعرض بعض الحيوية والحماس كمان للطلاب ممكن تكون لمعلم او ممكن تكون معلمة او طالب او طالبة وهكذا هنا عندي في القائمة الكبيرة دي كلها ممكن طبعا اذهب هنا عند بيكستون كوميك كاركترز هنا ممكن كمان اكتبها في البحث عادي لو انا عارفة اسمها انا طبعا هضغط هنا وبعد ما اضغط كونتينيو خلاص هي اصبحت موجودة عندي هنا كده في شريط الادوات الخاص بيا لما بضغط عليها علشان خاطر افعلها واختار منها اي شخصية انا محتاجاها اقوله تمام جيت ستارتد هنا طبعا بيديني الخيارات معلم او معلمة عندي هنا طالبة وعندي طالب مش بس كده كل شخصية لها اعداداتها ان شاء الله مثلا هختار معلمة طبعا هنا بقى بختار الشخصية على حسب موضوع العرض زي ما حضرتكم شايفين كتير جدا من الشخصيات يعني مثلا لو بتكلم على الفضاء ممكن استخدم دي ممكن لو بستخدم المهن ممكن استخدم اي شخصية من الشخصيات دي احنا هنخليها هنا الشخصية العادية مثلا هناخد نختار كده بعد اختيار الشخصية كمان بيجيب لي بعض الاوضاع اللي انا ممكن استخدمها في العرض بتاعي وزي محضراتكم شايفين هي قد اي جزابة فما بالكم لما نيجي نستخدمها في العرض طبعا هنا من حركة الايد او مثلا انفعلات اللي على الوجه ممكن من خلالها استخدمها اني ممكن اعمل عرض شيق ومميز جدا انا مثلا هختار الشخصية دي لما بضغط عليها كده بيحملها واصبحت موجودة عندي في الشريحة اللي انا محتاجة اضع فيها الشخصية فيها طبعا اعدادات خاصة بيها لما بحددها كده ممكن اصغرها او اكبرها طبعا واضعها في اي جانب من جانب الصفحة طبعا دلوقت هنشوف الفرق بين قبل اضافة الشخصية وبعد اضافة الشخصية وتأثيرها على شكل العرض انا كده ضفت الشخصية بتاعتي ووضعت هنا نص كلام على شكل سؤال موجه مثلا للطلاب اثناء العرض بنقول ماذا تقصد باجهزة الحركة في جسمك طبعا هنا بوجود الشخصية دي قد الطابع مختلف خاصة لو المعلم كمان بيسجل الباوربوينت على شكل فيديو لو اتكلم بصوته بوجود الشخصية الكارتونية اكيد بتدي انتباع جيد جدا عند الطلاب دي الشريحة اللي استخدمنا فيها الشخصية ودي الشريحة من غير الشخصية ايه رأيكم اكيد طبعا فيه اختلاف اتمنى طبعا اني اكون قدمت لحضراتكم مهارة جديدة وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته